السلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بونتك لو عايز تتصدر نتائج البحث ولو عايز تضعف ارباحك في اليوتيوب الفيديو ده هو ده الفيديو اللي انت محتاجه بالزبط تابع معا الفيديو ده للاخر عشان الفيديو ده هيفيدك بشكل كبير جدا وهقول لك في ازاي وبالاثباتات انا ضعفت ارباحي في اليوتيوب لكن قبل ان نبدأ في الفيديو محتوى الحلقة اعمل لايك في الفيديو سابسكراب القناة وان شاء الله لو استفدت الفيديو حاول تعمل شهير عشان يوصل لناس تانية محتاجة انها ضعف ارباحة في اليوتيوب وخلانها هاتول نبدأ في الحلقة الحلقة النهاردة هي عبارة عن موقع موقع بسيط جدا شفت انتوا يا جماعة موقع كي ورد سباي طيب بلاش ده شفت انت عن موقع كي ورد سباي او جوجل ادووردز شفت انتوا الموقع اللي بتجيب منها الكلمات المفتاحية في موقع جديد كلمات المفتاحات تاعته كلمات ممتازة بيجيب لك كلمات مفتاحية او اختيارات كتير تقدر تعملون كوبي بسهولة جدا مضمونة كلمات مستهدفة حاجات رهيبة اتفرج وشوف وجرب وحكم خلا نشوف كلا الموقع مع بعض ونشوف الاسبتات اول حاجة هو ده الموقع موقع اسمه رابد تاجز رابد تاجز ده موقع ممتاز جدا موقع حصري على قناة مستر بومتك تعم اتشرح ابي كبه اف محتوى العربي لكن بل زمان لحنا المحتوى ده هو حصري دلوقتي خلاك نشوف مع بعض رابد تاجز هو ما يعتبرش موقع قديم هو تقريبا موقع جديد فخلاك كده نشوف مع بعض اللي احنا ممكن نعمله هنا بيقولك اكتب بعنوان الفيديو وليكون مش هتكتب يعنوان كله ولا لكن انا هتكلم عن ايه الربح من الانترنت اسف الربح من الانترنت تمام زمان شايف جاب لك كل الكنانات المفتاحية المستهدفة للربح amino طيب هو هنا ليه جايب يوتيوب ؟ جاب لك الحايات دي عشان دي الحاجات المستهدفة الحاجاتلمستهدفة لربح الانترنت تمام مش اي كلمات مفتاحية او خلاص لا دي حاجات مستهدفة للربح من الانترنت تمام يا شباب انا بس عايزك تتفهم يعني ايه كلمات مفتاحية مستهدفة كلمات مفتاحية عليها ناس بتدور طيب هتعرف من اين الكلمة المفتاحية دي اختارها اصلا انا بحط في الفيديو عشرة كلمات مفتاحية او خمس عشر كلمة مفتاحية بكتير ايه كلمات دي كلها انا هحط ده كله في الفيديو لا كل اللي انت هتعمله انك هتاخد الكلمة اللي انت عايزها زي كلمة اللي بحي انترنت دي وتاخدها كوبي وتروح عندي tools تنزل تحت على analyzer تضغط عليها هتفتح لك دي وتقول لك حط الكلمة المفتاحية اللي انت عايزها وتقول له بحث يقول لك الكلمة دي تبحث عنها في الشهر ده او من 30 يوم ماتين اربعة وتمانين الف مرة تمام سبعة وتمانين في المية تقريبا قوية تقريبا قوية ازاي عرف كلمة المستهدفة القوية لما تكون دي معدية المليون تمام دي تعتبر قوية مش ضعيفة طيب خلان نرجع كده مرة تانية للهوم طيب خلان نكمل بكده احنا اخدنا اول كلمة مفتاحية وشوفنا ايه فيها طيب خلان نرجع كده نفتح الاناليزر ده الواحده ونشوف كلمة تانية زي كلمة ربح المال مسلا بالشكل ده مسلا ناخدها كده ربح المال ونقول لبحس كلمة تعتبر كويسة تمام وتشوف الكلمات المفتاحية اللي انت عايزها وتحددها طيب يعني ايه كلمة دي او كل انت تعمله تضغط على هنا وبيعملها لك هنا في بتضغط بس هنا بتلاقي صفحة دي اتفتحت لك كده والكلمات المفتاحية اللي قدامك اللي انت كنت عملت لها بتتفتح لك كلها هنا طيب تمام يا شباب هنا كوبي تاجز لو عايز لو انت عملت كده كل الحاجات دي تنقلت تعمل لها بس وتحطها على طول في التاجزة عندك في يوتيوب لكن زي ما قلنا مفيش حد هيحط كل الكلمات دي فانت بتاخد الكلمات اللي انت عايزها بتروح عند الاناليزر وبتحط هنا ممكن تحدد اخر واربعة واشتين ساعة ولا سبعة ايام ولا ست شهور وبتحدد وبيطلع لك كلمة المفتاحية المميزة اللي انت هتطلع عليها طريقة بسطة جدا وسهلة طيب فين يعمل ازباتات فين انت انت قلت انك ضعيفت ارباحك ايوة اعمل اضعيفت ارباحي هنشوف كده ارباحي في الفترة اللي اني استخدمت فيها الحركة دي وفي الارباح بتاعتي اللي انا في الفترة انا ما استخدمتش فيها الحركة دي طيب الفترة الناس خ Facile الحركة دي كانت الفترة بتاعة الايام اللي فاتت دي بالزبط لهوا يعني من كم يوم بالزبط يعني بقالي مثلا خمسة ايام با استخدمه. لو تلاحظ كده هنخوش على النكرات من اربعتاشر نقرة تكلفة النقرة سبع سنت تكلفة النقرة سبع سنة ده النهاردة تمام? يوم 24 عشرين زي ما انتم شايفين يوم 24 اللي هو يوم النهاردة تمام هنا واحد سعتاشر طبعا دي اللي هو يعني تمام لواء التناخي يجري. تمام? لو ما انت شايف هنا يوم الاتنين ان هو يوم اربعة وعشرين. طيب. يبقى احنا كده اثبتنا ان احنا النهاردة كسبانين اتنين وتسعين سنت من اتنس طيب ان ده ما اعتباش ارقام كبيرة. بسبب ان نقرات اربعتشر نقرة فقط. من اربعتشر نقرة النقرة بسبعة سنت. طيب. بلاش يعمل النهاردة ممكن تكون جات معي كده حاصل النهاردة. طيب نشوف كده مبرح. نفس الموضوع. تسعة عشرين نقرة وسبعة سنت وكسبان اتنين دلار. انا بس بعرفك ان الطريقة دي شغالة مية في المية. شغالة مية في المية. الاربعة دي جات من ايه? جات من اخر تلات فيديوهات او اخر فيديوهين. من اخر فيديوهين تقريبا يا شباب انا نزلتهم على القناة. الفيديوهين اللي انا استخدمت فيهم الموقع ده في تحديد الكلمات المفتاحية. كما قلنا يا شباب نرجع مرة تانية وننبه. كلمات مفتاحية في الموقع ده كلمات مفتاحية مستهدفة. كلمات مفتاحية مستهدفة فقط. يعني مش اي حاجة هتزهر لك. لا كلمات مفتاحية مستهدفة. طيب يا شباب. انا كده قلت كل حاجة عرفها عن الموقع ده وما بخلتش عنكم باي حاجة ولا باي معلومة. فانت كمان ما تبخلش عليها بلايك في الفيديو. اشتراك في القناة لو انت مكنش مشترك او يعني لو عاجبك المحتوى عاجبك طريقة الشرح عاجبك اي حاجة اي حاجة اعمل اشتراك في القناة. ان شاء الله تستفيد. ومتستش تعمل شير الفيديو لو ان شاء الله نجحت مكات طريقة واستفدت منها. كان معكم مصطفى انقراط مستر بومتك. الفيديو عبك. لو ان شاء الله في الفيديو واشتراك قناة مستهدفة من قناة مستر بومتك ماريتانية. شكرا في الفيديو واشبك ان شاء الله في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.